من كنوز الأسئلة اللي وصلتني من حضراتكم حد بيسأل مش مهم بقى زوج ولا زوجة بيسأل بيقول إذا غاب الاحترام بين الزوجين كيف يسترد؟ أول السؤال ده سواء كان جاي من زوجة أو زوج قمة النية الطيبة وببدأ كلامي مع صاحب السؤال بتذكيرك بأن على نياتكم ترزقون وأن النية الحلوة دي فعلا بتستجلب المدد والعون من ربنا وأن ربنا قادر على إحياء كل شيء ضعف أو مات من يحيي العظامة وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم سبحانه وتعالى ومن معاني اسم الله القدير هو الذي يستطيع أن يوجد المعدوم ويعدم الموجود فأي حاجة سيئة أو قبيحة بقت موجودة ربنا قادر على إفنائها من بيتكم وأي حاجة جميلة مش موجودة الله قادر على إرجعها لكم مهمة قوي مجموعة الأفكار والمعتقدات دي لأن رحلة استرداد الاحترام محتاجة صبر حاجة مش سهلة إنها تنهار ما بين الرجل والست ده تراكم وكنت بتفرج على سلسلة سلسلة الجسر للأستاذة مونة شلبي على السوشيل ميديا كان بتتكلم على إن لما ما بيكونش فيه تواصل جيد ما بين الست والراجل بتحصل ثلاث مشاكل صراعات غير محلولة وتواصل منهر بنعرف نتكلم مع بعض بنجي نتناقش في موضوع بسيط بيقلب دايما بغناء وبعدين الحاجة الثالثة روابط عاطفية هشة ما بقاش فيه لحظات جميلة نفتكرها حتى وقت الزعل يبقى فيه ذكريات تراكم كل ده بسبب انهيار الاحترام مبدئيا عشان ده يحصل لازم يحصل ما يسمى بالشفافية لازم واجهة في منتهى الوضوح لازم تتكلمه في كل حاجة وأنا هاقترح على صاحبة السؤال إن أنا أقول لحضرتك تتكلمه في إيه وإن حضرتك لو أنت عايز تعالج قسمه الأعدل الكلام في الموضوع ده مبدئيا الاحترام بينهار فأول وسيلة من وسائل التواصل وهي الكلام استخدام ألفاظ مهينة سخرية كلام بطريقة لا تليق مع حد المفروض هو مصدر إحساسك بالتقدير وهو شريك الحياة فلازم توقفوا لبعض في الموضوع ده فاكر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما اليهود كان يقول له السام عليك فكان السيدة عائشة تقول وعليكم السام واللعنة وهو كان يقول وعليكم بعدين يقول لها يا عائشة واحدة واحدة إن الرفقة إذا نزع من شيء شانه وإذا وضع في شيء زانه هو بيقول لها بلاش يا عائشة تبقي منفعلة أوي كده حتى على ناس بتدعي على النبي ما بالك بالا منفعل على بعض في ألفاظ فيها بندعي على بعض وحسبنا الله لو نعمل وكيل فيك ولا فيكي الحاجات دي فعلا بتسمم العلاقة يا جماعة وزي ما النبي قال لو الرفق نزع من شيء بيشينه يعني بيفسده فلازم نراجع مع بعض الألفاظ اللي كل واحد فينا بيشوفها إساءة كل واحد فينا عنده منظومة فكرية بيحدد فيها الكلام المقبول والكلام المرفوض دي أول حاجة حاجة تانية النظرات لو الراجل والست ما بقش يستريحه الوش بعض دي منحلة خطيرة جدا نعافش نبص في وش بعض أما الاي كونتكت بتاع التواصل والنظرات اللي كلها رسائل فيها مودة وقبول هعملها معميل لو مش قادر أعمل كده مع أمراتي وبالتالي محتاجين نراجع مع بعض المسألة دي إزاي بنحي بعض بنصبح على بعض وإحنا بنتناقش وشوشنا اللي بننسى وإحنا بنتكلم إنها ممكن تكون مكشرة تكشيرة إحنا بنقول المصرين تقطع الخاميرة من البيت دي تقطع الحياة من العلاقة فمهم قوي قوي نتكلم في مسألة النظرات بنبص البعض إزاي سيدنا النبي يقول لك كده إذا التقى المؤمنان فتصافح وتعانق نزلت عليهما مئة رحمة تسعة وتسعون على أكثرهما بشاشة وإقبالا على صاحبه فتخيل إن الواحد يبقى محروم من الرحمات دي كلها بسبب إنه نظراته قسية فلازم نراجع على المسألة دي الاعتداء الجاسدي الطبيعي إن الضرب اللي بيحصل وإن كان النادر إن الستة تميدها على الراجل الأصل لما بيحصل ضرب في البيت بيبقى راجل هو اللي بيضرب ده اللي مشهور في بيوت الناس ساعتها لازم تعملي وقف لا إحنا مش بنصبر على الضرب لأن الضرب لو تم الاعتياد عليه حضرتك بتتعودي وبتخسري حاجة في أصل إنسانيتك طب هنعمل إيه في المسألة دي هتلجأي لأهله اللي بعد ما تتكلمي معاه كذا مرة بحزم مرة واثنين وثلاثة ومرة بالطلب الواضح اللي مختلط ما بين الحزم وما بين إن أنت يبقي على العشرة بسمعش الكلام ترجأي لأهله الأول قبل أهلك ولو أهله موقفوش عند حده لأنك لو حكيت لأهلك هم غصبا عنهم هيشيلوا منه فلجأي لأهله الأول لو أهله موجودين والده وولدته وما وقفوش عند حده لازم تدخلي أهلك وفيها لفتة لما ربنا قال فبعث وحكما من أهله وحكما من أهلها فامشي بترتيب القرآن ودخلي أهله الأول وإن شاء الله يكون الحل عندهم يبقى شيء أخير وهو احترام فترات الانتكاس وده شيء دقيق ساعات ما بناخدش بالنا منه لما نتفق على أسلوب معين في المعاملة إحنا بقلنا شهور وثنين غايب ما بيننا الطبيعي إن إحنا نحاول في الأول بس في وسط الطريق بنقعة فيرجع هو نفس ألفاظه وترجع هي نفس نظراتها يحصل غلط من اللي كان بيحصل زمان إيه وعا هنا تقول أخ بشوف أنت ما تغيرتش أو أنت تقول لها رجعت ريمة لعادتها القديمة لا الانتكاسات دي بيسموها كولابس الكولابس دي الانتكاسات دي لو سمحت ده شيء طبيعي جدا لأن كل ابن آدم خطاء ولازم تتفقوا إزاي تتعافوا من الانتكاسات دي زي ما سيدنا أبو الدرداء قال لمراتقوا اتفقوا أنا إذا غضبت ترديني وأنت إذا غضبت رضيتك هم بيتفقوا على كده فأنهي سياق سياق لما يختلفوا كأنهم قعدوا ودردشوا على ثقافة الاعتذار واحترام الفترات اللي الواحد بيقع فيها وما يبقاش بيوافق أو يقابل توقعات اللي قدامه يفتكر موضوع احترام فترات الانتكاس دي دي كتاقتراحات نسترد بيها الاحترام إذا غاب بين الرجل والسد